بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري إذا كان في صيامك نقص نتيجة الذنوب لم يكن صيامك تاماً لم يكن متقبلاً لا سمح الله نتيجة الذنوب التي أنت ارتكبتها أثناء النهار ماذا تفعل؟ كي يكون صيامك تام ومقبول ويرفع متقبل عند الله سبحانه وتعالى قل هذا الدعاء عند الإفطار قال مولانا الإمام الرضا عليه السلام من قال عند إفطاره اللهم لك صمنا بتوفيقك وعلى رزقك أفطرنا بأمرك فتقبله منا وغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم غفر الله ما أدخل على صومه من النقصان بذنوبه كان هناك نقصان في صومك نتيجة الذنوب الله سبحانه وتعالى يغفر ما أدخلت من نقصان على صومك نتيجة الذنوب ويجعل صومك تاما مقبولا إن شاء الله برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام